السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم دولار بن الأعزاء في حصة جديدة من حصة ماندة اللغة العربية أعزائي الطلاب في الحصة أو في بداية الفصل عفوا أخذنا درس اللام القمارية واللام الشمسية الآن يا أول بدنا نعيد إعادة بسيطة اللام القمارية هي اللام التي تكتب وتلفظ تكتب وتلفظ تمام يا أول طبعا إحنا بنقدر نعرفها من خلال اللفظ وأيضا من خلال السكون إذا وضعت السكون على اللام فإذن هذه اللام لام قمارية طبعا في أحرفية اللي بتحدد لي إذا هاي اللام لام قمارية أو لام شمسية إذن اللام القمارية تكتب وتلفظ حركتها السكون تمام يا أول طبعا أي كلمة بدنا ندخل لها أل للتعريف هاي أول بدنا ندخل لها أل للتعريف مثلا معلم المعلم فبنحكي عن هاي اللام لام قمارية لام قمارية لفظناها كتبناها المعلم البستان 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 البيت 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 طيب الآن يا أول ننتقل للام الشمسية اللام الشمسية حكينا إنه الال تكتب اللام تكتب ولا تلفظ اللام تكتب ولا تلفظ الآن انظر إلى كلمة طيار الله أفنانها قال للتعريف يا أول أصبحت الطيار استمع هل استمعت إلى حرف اللام الطيار لم نلفظ حرف اللام كتبنا الحرف ولكن لم نلفظ إذن يا أول بنعرف إنه هاي اللام لام شمسية إذا كتبنا الحرف إذا كتبنا حرف اللام وما لفظناه تمام أيضا طريقة ثانية إنه إحنا نحفظ الأحرف الشمسية أيضا يا أول من خلال الشدة أسهل طريقة بنعرف من خلالها إذا هاي اللام شمسية أو قمرية من خلال الشدة اللام الشمسية بتعطي للحرف اللي بعدها شدة تضعف الحرف عشان هيك صار هذا الحرف قوي كثير وحدف لفظ اللام تمام طيب الآن يا أول بدي أحلل بعض من هاي الكلمات طبعا هانذا الحكي كله أخذناه في بداية الفصل لكن للإعادة الآن كلمة الغزال الغزال نوع اللام هنا يا أول لام قمرية ممتاز بما إنه هان اللام هي لام قمرية بدنا نحللها الآن طبعا كيف عرفنا إنه لام قمرية لأنه لفظناها الغزال أيضا عليها سكون ممتاز وحرف الغين من الحروف القمرية أحسنت لنحلل يا أول أل دائما باللام القمرية الآ والإل مع بعض الغ الغ ز الغزال الغزال إذن تحليل عادي تمام الآن ننتقل إلى تحليل كلمة فيها لام شمسية الثعلب ما نوع اللام يا أول نوع اللام شمسية أحسنت طب كيف عرفنا إنه شمسية ألفط كلمة الثعلب الثعلب إذن ما لفظنا حرف اللام ممتاز أيضا حرف الث من الحروف القمرية من الحروف الشمسية وأجا عليه شدة فهون بنعرف إنه اللام لام شمسية طب الآن بدنا نحللها اللام الشمسية شو بتعطي للي بعدها شدة فهون كيف بدنا نحلل هاي الشدة بدنا نحللها لحرفين الإث الأولى ساكنة والإث الثانية متحركة حركتها الفتحة طيب الآن بدنا نحلل نبدأ أ إل بما إنه اللام شمسية تكتب ولا تلفظ نأخذ الإث الساكنة أث أث ثع ثا لاحظ هون أخذت الثا مع الإع لأنه الإع ساكنة فبتنحشر مع اللي قبلها أث ث ل ب أث ثعلب تمام يا أول إذن اللام الشمسية بتأخذ الحرف لما انفكت ضعيفه تأخذ الحرف الساكن طيب بدنا نكرر وحدة على اللام الشمسية الصوف هون يا أول لفظنا حرف اللام أكيد لا ما لفظنا حرف اللام معناته هون نوع اللام شمسية نوع اللام هون يا أول شمسية أيضا كيف عرفنا حرف الصاد من الحروف الشمسية أيضا أتى الحرف مشدد إذا أتى الحرف اللي بعد اللام مشدد يا أول فمعناته هذه الكلمة شمسية معناته هاي الكلمة لام شمسية طيب الآن بدنا نحللها مباشرة باجي هون في عندي حرف مشدد بفك التجديد الحرف الاول ساكن والحرف الثاني متحرك والحركة هي الضمة هي موجودة فوق الشدة طيب الان بدنا نحلل ناخذ الا وال ال لاحظ انه هون اللام شمسية تكتب ولا تلفظ فبتاخذ معاها الاس الساكنة اس سو مع الاولى انه حرف مد والفو لحل تمام يا اول هيك بس حبينا نوضح فكرة عن اللام الشمسية واللام القمرية الان ننتقل يا اول طبعا اخذنا املافي المرة السابقة الان بدنا ننتقل يا اول الى وردد قال تعالى لنستمع الى القراءة والى تفسير الايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ممتاز طبعا الآن بدنا نعرف تفسير هذه الآية الله عز وجل هون يا اول خلق النحل خلق النحلة النحلة هون يا اول شو بيكون فيها بيكون فيها برجليها يا اول من تحت انه تقدر تمتص الرحيق من الزهرة فالله عز وجل جعل الأرض كاملة للنحل يروح للنحل ويطلع منها الرحيق بيروح للأرض بيطلع من الأزهار من أزهار الأشجار من أزهار الورود من أي شيء يا اول بتروح النحلة وبتطلع الرحيق منه طيب هذا الرحيق في بطن النحلة بتصنع وبيصير منه عسل بتصنع وبيصير منه عسل طيب الله عز وجل هون بيحكي لنا عن قدرته على الخلق وأحسان الخلق لنستمع الآن للتفسير انه هون الله عز وجل بيحكي لنا يا اول انه يخرج من بطون النحل عسل مختلف ألوانه العسل له أكثر من لون في عسل أبيض في عسل أصفر في عسل أحمر طبعا فيه ألوان كثير يا اول حسب مكان وجود العسل وحسب من وين النحلة بتوخذ الرحيق طبعا هون الله عز وجل بيحكي لنا فيه شفاء للناس جعل الله عز وجل العسل شافي للناس من الأمراض فيه شفاء للناس من الأمراض طيب هون الله عز وجل يحكي لنا ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون هذا يدل على قدرة الله عز وجل على قدرة على الخلق فبحكي لنا انه هاي عبرة لقوم يتفكر فيعتبرون يعني بصنعوا اشي لآخرتهم تمام يا اول اذا التفسير واضح هون انه الله عز وجل يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان لونه أبيض أو أصفر أو أحمر أو غير ذلك طبعا هذا العسل فيه شفاء للناس من الأمراض وهون يا اول فيما يصنعه النحل دلالة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرون ويعتبرون الآن لنستمع إلى أنشودة النحلة النحلة مخلوقة غريبة صغيرة عجيبة تعمل بالنهار والليل باستمرار تعيش في خلايا كثيرة الزوايا تطير للأشجار والزهر والثمار ممتاز مرة أخرى يا أول يلا نردد مع بعض النحلة النحلة مخلوقة غريبة صغيرة عجيبة تعمل بالنهار والليل باستمرار تعيش في خلايا كثيرة الزوايا تطير للأشجار والزهر والثمار برافو يا أول إذن هذه الأنشودة أيضا تتحدث عن النحلة هذه المخلوقة الغريبة هي مخلوقة صغيرة جدا لكن الله عز وجل جعل فيها عبرة لمن يتفكر طبعا هذه النحلة يا أول تعمل بالليل وتعمل بالنهار تعيش في خلايا في خلايا سداسية الشكل يا أول طبعا هذه الخلايا كلها منتراصة بجانب بعضها البعض يا أول تعمل فيها العسل بتخزن فيها العسل طبعا هذه الخلايا كثيرة الزوايا إلها زوايا كثيرة طبعا الطير يا أول هاي النحلة تطير وتجمع الرحيق والعسل اللي إلها من الزهر ومن الثمار طيب الآن يا أول بدنا نستخرج من النص بدنا نحلل يعني مع بعض النحلة ما نوع اللام لام شمسية أحسنت طيب هون تحوي الكلمة على تا مربوطة ممتاز طبعا بس بدنا نستخرج اللام القمرية أو الشمسية يا أول تعمل بالنهار النهار هنا نوع اللام شمسية هون البهاية أول هي حرف جر والليل باستمرار والليل هون حرف اللام أيضا حرف شمسي إذن لام شمسية ممتاز تعيش في خلايا كثيرة الزوايا الزوايا نوع اللام يا أول أيضا شمسية ممتاز تطير للأشجار والزهر والثمار الزهر ما نوع اللام نوع اللام شمسية الثمار أيضا الثمار نوع اللام شمسية مطلوب منه يا أول تحليل هذه الكلمات الزهري الثماري الزوايا الليلي النهاري إذن الكلمات اللي فيها لام شمسية وأيضا كلمة النحلة نهون يا أول انتهى درسنا بتمنى تكونوا استفدتوا يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر